تحت أشعة شمس حارقة تعيش عائلة حمادي غراس المتكونة من أربعة أفراد بحي الداليا بالضبط بواد الوكريف في ولاية السعيدة تحت خيمة لا تتوفر على أدنى شروط الحياة منذ حوالي سنتين في مكان محيط بالقممات وكذلك الحشرات الضارة وضعية جعلت العائلة تناشد السلطات المحلية من أجل ترحيلهم وإسكانهم في بيت لائق التفاصيل رصدها محمد عمراني أنا رأني مغبونة السلطات قال لهم يشوفوا فيها الوازير قال لهم يشوفوا فيها لمش بغيفة رجعوا لي نحوها كباريش دنقول هيد بزاوس كما ما تبغيش على ولدك تدنقل هيدا كما ما تبغيش على منسك تدنقل هيدا أها مغبونة أها فيها عقدات والإمامة لغلانية أنا مغبونة فوت رمضها المجرية كحلا أنا طيب اسمها كنت طيب والله العظيم من الشمس ناشد في هذه السلطات إلا كان في قلوبهم رحمة إلا كان في قلبها رحمة يا رئيس دائرة يا والي يا وزير حتى ولو كان وزير شوف لها بالمساكن شوف لها ذو الوليدات ما تشوفش فيها شوف الوليدات والدي رحمة مغبونة هو عيش في قيطون هو وليداته رمى محرقة وليداته ولده رمى محرقة القيطون مكاشق اللي يدخله في فيد الصيف ما ديره ما دخلته مش الناس ونخصى القيطون والله ما ندخلوا في القيطون يا بزاوس الله رمى محرقة ما لقي ناش ويندخلوا وروعوا وشوفوا الوضعية تعينة كنا هده اشتركوا في القيطون